وصلت وزارة داخلية حملاتها اليومية من أجل متابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية تمكنت وزارة داخلية خلال 24 ساعة من ضبط 443 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 130 طن مواد غذائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 33 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البايع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط قرابة 97 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 702 قضية من بينها 123 قضية خبز ناقص الوزن و144 قضية خبز غير مطابق للمواصفات تم أيضا ضبط ثماني قضايا بمضبطات بلغت قرابة 51 طن في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر